كنت في غرية جميلة زي ما وصفها آي والله غرية جميلة كويس غرية جميلة يعني بتلهم الزول بالشعير بكل أنواع الفنون خصوصا هي وقع على الضفاف النيل كويس كل الناس تخيل ليه قاعد على الضفاف النيل بالذات الشمالية بعدين بالذات أبتدي فيها ميزة تانية يعني عندنا مجرى نهير صغير بيطلع وبيجي بوسط أبتة بتشق أبتة إلى شرق وغرب موسمة مع الدميرة يعني مع الخريف والأمطار وكذا من هنا النيل ومن هنا النهر الصغير الخور فكل خدرة في خدرة في خدرة في خدرة يا سلام كذا هي ملهمة نعم نعم تذكر زمان بداياتك الشعرية الأولى في أبت 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 القصيدة الأولى دائما بتكون شنا القصيدة الأولى ترجمة نانسي قنقر